شكرا لك يوسف طبعا ضيفنا خاص بطل رياضات موئية خالد الكبيسي مرحبا بك معنا في سكاي نيوز عربية طبعا كؤوس كثيرة تشوف يوسف ويمكن حديثك لا معرض منحف ما شاء الله كثير بس خلنا نبتدي بآخر بطولاتك المحلية أول شي بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد أنجزت بطولة الإمارات للمرة الرابعة على التوالي وكانت أخر بطولة حصلت عليها في المركز الأول هي السنطنة الحالية 2013 واستطعت من خلالها حراز اللقب من الجولة قبل الأخيرة حرست اللقب عادت أن تأخذ البطولة في الجولة الأخيرة بس الحمد لله حرست اللقب من ست جولات تتكون من ست جولات بوضبي ودبي حرست على اللقب البطولة من الجولة الخامسة التي هي قبل الأخيرة الحمد لله والله الحمد إذن لماذا اخترت بالذات فئة الحركات الاستعراضية؟ فئة الحركات الاستعراضية هي رياضة ممتعة جدا وخاصة للجمهور لما يشوف الحركات البلوانية وتبهر الجمهور لكنها ليست رياضة سهلة نحن نتمر ناس يعتبرونها ترفيه أنت معها الكلام؟ احتراف ممكن تأخذها من باب الترفيه وممكن باب الاحتراف ولها إذا دخلت مجال الاحتراف لها ساعات طويلة التدريب أنا أبدأ يومي من بعد صلاة الفجر ممكن تمارين رياضية البحر ممكن أن أروح مرتين في اليوم هل تمارينك مقتصرة على الماء؟ أم خارج الماء؟ هل هناك نظام معين حتى في الأكل؟ في النوم؟ تماريني من كل النواحي في الماء خارج الماء عقليا أرفض الهزيمة لمن يمارس مثل هذه الرياضة؟ من خبرتك؟ هل يجب للشخص أن يكون لديه ربما مواهب خاصة لكي يمارس هذا النوع من الرياضة تحديدا؟ نعم لأن حركة تخيلي أن نحن نتمرن طول السنة نروح نلعب بطولة دقيقتين تخيلي كيف صعوبتها طول السنة نتمرن في الحر وجميع الأجواء نروح نخوض بطولة عمرها دقيقتين ما هي المواهب؟ ما الذي يجب أن يكون عند الشخص؟ سكلز مهارة تكنيك نوعا من التكنيك تحتاج لنهاء لو تشاهدون الحركات كيف بالثانية تعمل حركة قبل أن تفكر لها لو بعيدها المخرج جرأة تحتاج إلى جرأة هل لها عمر معين مثلا؟ الرياضة دائما ما لها عمر معين ممكن العزيمة تخليك تمارس منها في عمر الخمسين الشخص لا يعرف يسبح مثلا يقدر يمارس منها في الرياضة بداية أي إنسان يدخل البحر في البداية لازم أن يكون لازم خالد الآن طبعا مهارات وتدريبات ولياقة وجرأة لكن هذه الحركات من الذي يصممها؟ هل أنت تحلم فيها وتروح تنفذها؟ أم هناك مساعدين؟ كيف تقفز فجأة؟ حقيقة في البداية أولا ما بديت هذه الهواية أنا نولد من عائلة تأشغ البحر وكنت أطلع مع الأصدقاء وزملاء جولات شاهدت مرة بعض العروضات أبهرتني من أبطال عالم فقلت أنا هل ممكن أستوي في يوم نفسه؟ وأنا الحمد لله والله الحمد اليوم كم سنة صار لك؟ بديت أنا أفسي على البطولات الحمد لله كم سنة صار لك؟ أنا أخطط لنفسي لنفسي أخططها لنفسي هل احتكاكك بالأبطال الثانين في البطولات المختلفة سواء داخل الخليج أو برى الخليج البطولات العالمية؟ تعطيك هاي التكتيك في احتراء الحركات؟ نعم ممكن أن تشوف ماذا الأبطال شو قدموا ولكن إذا أنت تريد تفوز على هالأبطال لازم تقدم أفضل منهم وبالعكس بتكر حركات أقوى وهذا اللي أنا أتطلع إليه كيف تم اختيار الفائز أثناء المسابقات على أي معايير؟ الاستعراض أصعب رياضة تغييمية لحد يومنا هذا يعني هي تغريبا يكون لها ست حكام وتعطي كل حكام يعطي تغدير للحركة كم يعني من الست حكام يخصمون أقلا يخصمون أعلى نتيجة وأدنى نتيجة منها فيختارون الأفراج بينهم طيب دائما نشوف أن الإماراتين ما شاء الله عندهم حب المغامرة عندهم حب التجربة خصوصا في الرياضات الغريبة اللي دفعك لهذه شيء حب المغامرة والتجربة ولا أنت من الأساس ما جرت شيء غير البحر والرياضات الاستعراضية وهل في إماراتين غيرك داشين مثل هذه الرياضات؟ نعم أول شيء حب المغامرة والمتعة في هذه الرياضة والاحتراف والمساهمة لرفع عالم الإمارات في جميع المحافظة خارج الدولة وبالعكس هناك شباب كثيرين ما شاء الله يمرسونها الهويات وبالعكس يحققون نتائج بعد زين واضح أن من المكينة يجب أن تكون على مستوى معين حتى الجيتسكي اللي تركب لك لها مواصفات معينة هذا أهم شيء مو جيتسكي سيحية موش للترفيه هذا أهم شيء يبدو أنها تكون واضح أنها رياضة مكلفة كيف خالد الكباسي يقدر يواكب ويشارك في كل هذه البطولات يعني من وين له هذا الدعم كله بصراحة أشكر سيدي الشيخ صاحب السمو الشيخ مصور بن زايد على الدعم الكامل والعضو المنتدب خادم عبدالله الكباسي وشركة آيبك للإستثمارات البترولية اللي حقيقة وفروا لي الدعم الكامل وليس فقط دعم بل أنشأوا فريق فريق خاص للجيتسكي وحقيقة أنا قبل الدعم كنت في غرارة الاعتزال فرجعوا لي روح القتال روح التحدي مرة ثانية وأنا متحمس للبطولات الياية إن شاء الله الياية هو مونديال الدرجات المؤية في أمريكا الشهر القادم نعم هذه بطولة العالمية سبق وأول ما دخلت في 2009 فئة الأمتشور اللي هي المبتدئين والحمد لله حصلت على المركز الرابع فيها وهذه نعم المركز الرابع هذه كاتبتها أمتشور مبتدة وبعدها شفت نفسي أنا قادر على الاحتراف دخلت البرو كلاس والحمد لله حرصت المركز الخامس في هذا المجال استعداداتك للبطولة مستعد والله الحمد تماما من كل النواحي تدريبات يومية تدريبات غاسية والحمد لله شكر وأتمنى من الله التوفيق إن شاء الله إن شاء الله نحن نتمنى لك التوفيق والسلامة أيضا لأن بعض الحركات التي شاهدتها صراحة حركات خطرة تحتاج إلى جرأة ودقة وتدريب عليك وأكيد يعني الهواء واللي يستخدمون هذه الدردات للترفيق أبدا ما لازم يستخدمونها فكرتنا تماما عن جيتسكي التي نعرفها في المرافق السياحية خالد قبيسي شكرا على مددك معنا في السياحية وعلى هذه المقابلة وفي نهاية ختم الوضع أحب أشكر الشيخ منصور بن زايد على دعم صراحة والعضو المنتدب سعادة خادم عبد الله قبيسي على الدعم الذي قدمه وصراحة مثل ما ذكرت أنه رجع وروح التحدي فيه مرة ثانية وإن شاء الله أني أحاول أني أحاقق أفضل مراكز وصاحب في رفع أمم الإمارات خارج الدولة وداخلها شكرا لك